بعد تأكيد قائد القوات الأمريكية في العراق مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في معركة عزل تنظيم الدولة بالرقة التي لم تتضح معالم طريقها حتى اللحظة خرجت الكثير من التصريحات التركية المعلقة على مشاركة الأكراد والتي ترفضها جملة وتفصيلة آخر تلك التصريحات تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف العملية العسكرية في الشمال السوري التوسع إلى الرقة في شرق الفرات بعد الانتهاء من الباب ومنبج في غربه كما أضاف أردوغان أنه أطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خططه فهل يمكن القول أن هناك تفاهمات أمريكية تركية حول عملية الرقة ومشاركة الأكراد فيها وإن كان ذلك ما هي طبيعة تلك التفاهمات هل ثم تم يحاك ضد الأكراد في المعركة المقبلة وهو ما تتخوف منه الوحدات الكردية حول استخدامها في المعركة دون أن تجني أي من ثمارها وهو ما أشار إليه زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم الذي عبر عن خشيته من حدوث طعنة في الظهر في حال مشاركته في معركة عزل الرقة وفي سياق الحديث عن المعركة المنتظرة تتولى التصريحات التركية حول مشاركة الأكراد فيها فوزير الدفاع التركي قال إن أنقرة طلبت من واشنطن عدم السماح للوحدات الكردية بدخول مدينة الرقة تصريحات وزير الدفاع جاءت متوافقة مع أخرى لوزير الخارجية التركي الذي شدد على أن دخول الوحدات الكردية إلى الرقة من شأنه تهديد مستقبل سوريا على حد قوله بالعودة إلى المعركة التي يحيط بموعد بدئها الغموض جراء تصريحات الأمريكية المختلفة وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يقول إن الهجوم على الرقة سيبدأ خلال أسابيع فيما رفض قائد القوات الأمريكية في العراق تحديد موعد لها واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة تبحث عن موطئ قدم لها في سوريا وأن معركة العزل ستكون طويلة بل أطولة من معركة الموصل الجاري حاليا وهو ما يطرح أسئلة من قبيل ما الذي تقصده واشنطن بعزل الرقة هل ستشهد المدينة حرب عصابات وماذا سيكون مصير تنظيم الدولة وعناصره هناك وهل ما زالت واشنطن تبحث عن مكان لها في سوريا وهي تسرح وتمرح في شمال الشرق سوريا